هي الأهوي فعلا اليوم من دول قفلة بس المطاعم المطاعم مفهاش شيشة هل لو هي مفهاش شيشة يبقى احنا نقدر نروح مازالت برضو هنرجع برضو نفس النقطة ان الكورونا بينتقل عن طريق الرزاز يعني لو انا في شخص موجود جنبي في المطعم والشخص ده مصاب وفترة حضانة الفيروس اللي هم بيقولوا دلوقتي انها لغاية 14 يوم الشخص ده ما عندوش اي اعراض هينطقل لو مريض دوت او الشخص ده كح او عطس الناس اللي حواليه هتاخد المرض اه غالبا هياخدوا المرض تفتكر يا دكتور حضرات تنصح الناس بايه بقى في الفترة اللي احنا فيها دي لان هي فترة ممكن الناس تستغل لها انها تبطل شيشة بس ازاي نقنعهم ان هم يبطلوا شيشة وقال دي احنا الدولة بتساعدهم ازاي نحنا نبطلهم ان هم يقلعوا او يبطلوا الشيشة ديت في الوقت الحاضر احنا لازم نبطل في الوقت الحاضر لازم نمنع الاختلاط في الوقت الحاضر لازم الناس تقعد في البيت المسؤولية هنا اصبحت مسؤولية مجتمع لازم الناس تحمي نفسها المجتمع كله لو شخص واحد بيتضرق او افراد غير مسؤولة هتلاقي المجتمع كله هينضرب بسبب موضوع الكورونا الموضوع ما هو سهل مش سهل خالص لو لقدر الله الموضوع زاد عندنا في مصر المجتمع كله هيعاني حرام ان المجتمع يتحمل مسؤولية او اخطاء بعض الافراد يعني هو لازم الناس تحافظ على نفسها وتحافظ على حواليها كمان وده حاجة احنا يعني نخرج بها من الحلقة دي حافظ على نفسك وحافظ على اهلك وعلى اسرتك وعلى كل اصدقائك وعلى كل مجتمعك لان انت لو عملت لو اصريت على شرب الشيشة واتنقلك المرض عن طريق شيشة انت مش بس بتدور نفسك انت بتدور مجتمع كله